يا أهلا بكل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نروح على السريع نتعرف مع بعض على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقة المختلفة من زميلتنا العزيزة مننا إبراهيم مننا موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مننا صباح الخل عليك تفضلي سمعينك يا صباح الخير عليكم صباح الخير والفرحة اللي بتكسو وجوه كل المصريين وكل أعضاء النادي الأهلي وسيطرة على حديث أعضاء النادي الأهلي هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وطبعا لا صوت سيعلوا فوز منتخبنا الوطني أمس ضد المنتخب المغربي وتأهلوا لنصف قبل النهائي من بطولة كاس الأمم الإفريقية ألف مبروك طبعا لمنتخبنا الوطني وكل لعيبتهم للحقيقة لو كانوا شايفوا قد إيه فرحت جماهير النادي الأهلي وطبعا جماهير مصر كلها وهي بتتفرج مبارح هنا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة عليهم قد إيه بيهتفوا باسمهم وباسم كل لعيبة حتى اللي مش مشاركين في المباراة أكيد ده كان يبقى أكبر دعم لهم وحافظ أن هم يقدوا أداء طيب في الفترة اللي جاي وأحسن كمان مما قدموه إلينا طبعا بيدور الحديث أيضا عن موقف النادي الأهلي ولعبته اللي هيسفروا النهاردة وبعثة النادي الأهلي هتطير الساعة أربعة عصرا إلى الإمارات للمشاركة في كاس العلم للأندية يعني يمكن الحقيقة أنه يعني ما فيش ظروف أصعب من كده بتواجه فريق كرة القدم بكيادة مستر بيتسو موسماني جهاز الفني والطبي طبعا بيحاول أنه هو يطمن أو يحسن موقف كل اللاعبين من خلال المسحة الأخيرة اللي هيجريها لللاعبين اللي اتمكننا على كل الفريق يعني يمكن في ظل التوقف العددي الكبير اللي موجود في الفريق سواء بسبب الإصابات أو بسبب مشاركة اللعبة دولين مع وانتخابنا الوطني يعني اللي منهم طبعا الشناوي أيمن أشرف السلية محمد شريف وحمدي فتحي أو حتى الإصابات الكتير جدا اللي ضربت لعيبة النادي الأهلي اللي منهم أكرم توفيه بيرسي تاو محمود متولي وبدر بنون وكمان كان غاب عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة في بطولة كاس الربطة طبعا مصطفى شبير ومحمد مغربي بسبب كورونا نتمنى أكيد الشفاء لهاجل لكل اللاعبين سواء المصابين أو اللي حتى مسحتهم كانت إيجابية وان شاء الله كله يشارك ان شاء الله يبقى أداء طيب في البطولة أيا كان منها يلعب ومنها يشارك خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي الألعاب والفرق الرياضي المختلفة في النادي الأهلي خلونا يبتد بفريق كرة الطائرة رجال اللي مبارح سفروا إلى مدينة الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمباراة اليوم أمام نادي سبورتينج في الدور الثمانية من بطولة كاس مصر المباراة تتلقى بساعة أربعة عصرا على صالة نادي سبورتينج النهاردة ان شاء الله طبعا الفريق كان تغلب أخيرا في آخر مباراة لها على نادي طنطة بسلاسة أشوات مقابل لا شي ان شاء الله ده يكون حافز كبير اليوم في الفترة اللي جاية في مباراة اليوم انهم يقدوا أداء طيب وان شاء الله برضو يكسبوا ثلاثة أشوات نظيفة أما كرة الطائرة سيدات بقيادة كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهاردة تدريب ان شاء الله يكون قوي ساعة ستة مساء على صالة الشهداء استعدادا لمواجهة نفس المباراة في الدور الثمانية من بطولة كاس مصر لكن هتكون أمام نادي هليوبلس ان شاء الله يوم الجمعة القادمة ساعة ستة مساء على صالة الشهداء هنا بمقر نادي الأهلي بالجزيرة أما بقى سيدات كرة السلة بقيادة كابتن علي هاشم المدير الفني تمرينهم النهاردة الساعة سبعة مساء استعدادا لمواجهة نادي الشمس يوم السبت القادم من بطولة الدوري يعني يمكن طبعا كابتن علي هاشم المدير الفني الفريق بيحاول ان هو يتغلب على الإصابات الموجودة في الفريق يعني لأبرزهم نادي سلعاوي وسرايا محمد بنتملنا لهم كل التوفيق في الفترة اللي جاية ان شاء الله أخيرا بقى معينا كرة اليد رجال طبعا هيواجه النهاردة مباراة مهمة جدا مع نادي الزمالك في بطولة الدوري دي هتبقى الجولة الخامسة من المرحلة التانية من بطولة الدوري اللي بيلع فيها ست فرق هيصعد أربع فرق بس للمرحلة التالتة والأخيرة من بطولة الدوري المباراة النهاردة هتقام على صالة دكتور حاسم مصطفى بمدينة السئدس من أكتوبر الساعة 8 ونص مساء بنتمنى أكيد التوفيق لفريقنا وكل فرق النادي الأهلي النهاردة سواء كرة القدم أو كل الفرق الرياضية المختلفة لكن في الآخر يعني خليني أنا هوندو يا كريمة طمينكم على حالة التقس والحالة المررية وأنا جاي للطريق هنا للنادي الأهلي بالجزيرة يعني يمكن فيه أمطار بسيطة يعني كانت موجودة الصبح كده تقريبا من الساعة 7 أو 8 الصبح انتهت بسرعة يعني ما كانتش حاجة شديدة فيه يعني طبعا الخفوات في درجات الحرارة لكن مش حاجة جديدة عن الأيام اللي فاتت بالعكس يعني يمكن الجو بدأ بعدما المطرة مضطرت الجو بها أحسن شوية الحالة المرية كمان كانت جيدة جدا لكل الأماكن المحيطة بالنادي الأهلي كانت الحالة المرية جيدة عن غير العادة يعني فلو حد حابب من أعضاء جمعية الممين هو يبقى متواجد في الساعات الأولى ويجي هنا في نادي الأهلي سواء يمارس الرياضة زي ما احنا دايما متعاودين على بعض الأعضاء أو حتى هيستمتع بوجوده في النادي بس يتقل شوية وبشكركم جدا على المتابعة وشكرا مرة أخرى والعودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى المشكور الجزيل الشكر زمنتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التخطية الكافية والوافية الحالة